السلام عليكم ومرحبا بكم معاكم ام يارا الفيديو تاليوم درتوه سبيسيال باش نعرفكم بوحد الادات اللي اكتشفتها يعني في الاسواق وجربتها وعطتني نتيجة فغيمون اروعة هاد الادات اللي استخدموها في تشليح الزيتون كما نعرفو احنا مبكري الزيتون نشلحوه بالموز وهاد طريقات تدي بزاف الوقت يعني باش نجي ونكملوا كونتيتي كبيرة يعني رح يروح النهار كامل وحنا غير مع الزيتون هاد الادات اللي كما قلت لكم كتشفتها في الاسواق والسعر التحه مشي كامل غالي اداة عملية صوليد فيها تلت احجام تاع الزيتون هدي الصغيرة للزيتون الصغير وكاينة الحجم المتوسط للزيتون المتوسط والحجم الكبير بيونسور للزيتون اللي يكون كبير طريقات العمل التحه سهلة وبسيطة وكما يقولون ما تكلف لا جهد لا وقت يعني ما تتعبوش وتربحو الوقت ذو كنوري لكم زوج طرق كيفاش تخدمو بها وانتو ما بينسور شفوا الطريقة لتساعدكم جبت لهنا كيما شفتو زيتون كاين متوسط ورقيق ومنا اراني حطا للخشين ومن جيعة اخرى جبت شوية تعلمة ما عادي يعني تع الحنافية نشد هاد الادات راكم شوفو هنا هاد زيادة نكروشي ها هكا في تبسي ولا في ايناء باش كي نخدم جيني العملية سهلة نبدأ هنا يا بزيتون صغير شوفو نشت حبا زيتون ونحطها وين الحجم صغير نضغط عليها غير شوية برك حتخرج مشلحة شوفو كي قربت لكم نجي مشلحة لاربعة ونزيت حبا زيتون تكون متوسطة في الحجم التاحة كيف كيف معا نحطها نضغط عليها هايليك تتشلح بطريقة روعة انا قلت لكم هاد الادات قبل ما نوريها لكم جربتها وعجبتني بزاف وقلت لازم نفيدكم بيها هكا يعني كما قلت لكم تربحوا الوقت ماما تقدروها كانتو ما كم تخدموا في شغلكم وتخلوا بناتكم يكونوا شوية صغار تاعتناش سنا تلتاش سنا يكونوا هادا كوين بدوا يدخلوا للكوزينة تشجعوهم هكا باش يحبوا الخدمة كيلقوا حاجة سهلة كامل يحبوا يخدموها وكيما نعرفوا البنات تاني كتا هاد الوقت يحبوا يحافظوا على الاضافر تاحهم ما يحبوش يتعبو يعني هذا وش يسلكهم كنت هنا وريت لكم طريقة اللولة كيفش تستخدمو هاد الادات وهنا الطريقة الثانية عادي يعني تشدوها كغير في يدكم ما تكروشيوها موالو وتبدأوا وتطبعوا في الحبات الزيتون حيخرجوا كامل مش الحين نكملهم كامل بنفس طريقة وهنا بعد ما كملتهم حطيتهم هكا في باللارات وعمرتهم بالماء لازم يكون الماء هتلفق يغطي كامل زيتون ديرت هنا يا زيتون متوسط ومننا ديرت هادا كالخشين نغلق عليهم وهنا تبعوني مليح لازم كيتغلقوا عليهم تولوا يوميا تبدلوا لهم الماء خطرة صباح وخطرة عشية لمدة خمسيام يعني لازم خمسيام ولماء يتبدل زوج خطرات في النهار أنا حن يعني نبقى نبدلهم في الماء زوج خطرات في النهار لمدة خمسيام ومننا على خمسيام إن شاء الله هراني حنعاود نديلكم فيديو يعني الجزء الثاني ورح نكملكم يعني كامل خطوات كيف ترقدوا الزيتون ويبقى لكم بنين بلا ما يتعفن ويبقى لمدة طويلة أنا الهدف من الفيديو تاليوم هو باش نعرفكم غير بالآدات باش هكا تروحوا تشروها وتشلحوا الزيتون وعلى خمسيام إن شاء الله هنكملوا الوصفة كامل كيف كيف إن شاء الله هنكون تخفيفة عليكم ودوك وش نقولكم طالوا في روحكم ونتلاقى إن شاء الله على خمسيام نكملوا الوصفة ترجمة نانسي قنقر